ثم حكم الزواج ما هو حكم الزواج أيها الشباب لنعرف حكمه في دين الله سبحانه وتعالى وأنا أركض على هذه المعاني وإن كانت وردت ضمنا في أثناء الكلام عن الترغيب عن الزواج لكن لتكون واضحة وضوح الشمس في ضحاها ولنعلم الأمر المطلوب مننا والعلماء كيف تكلموا عن مسألة الزواج وأن الأحكام الشرعية نحن مطالبون أن نمتثلها أيها الكرام وقبل أن أقول الحكم أيها الكرام أو أقوال العلماء في حكم الزواج وحب أن أنبه إلى أن الفقهاء حينما يتكلمون عن مسألة هل هي واجبة أم مستحبة يخاطبون أهل ديانة ويخاطبون أهل دين يعلمون أن الأصل عندهم فعل الواجبات وفعل المستحبات لكن يضعونهم أمام الحكم الشرعي من أجل أن يعرفوا حجم المسألة في دين الله سبحانه وتعالى لكن أن يتضرع الإنسان بأن المسألة مستحبة فيتعمد إلى ترك المستحبات أو بأنها مكروهة فيتعمد إلى فعل المكروهات فلا ينبغي على الديم أن يستسيغى ترك الأوامر وإن كانت مستحبة أو أن يتجرأ على فعل النواهي وإن كانت مكروهة فإن ذلك بريد إلى الوقوع في الحقطة وإلى الوقوع في الحرام فعل الإنسان أن يختار لنفسه الطقى وأن يختار لنفسه الضراجات العلى عند الله سبحانه وتعالى أحبته في الله نحن في هذه الدنيا نسعى نسعى إلى تحصيل حسنات نؤجر بها عند الله سبحانه وتعالى نرفع بها الدرجات ننجو بها من جهنم تغلب الحسنات على السيئات فننجو فندخل جنة الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وهذا هو الفوز العظيم الذي ينبغي على كل إنسان أن يسعى إليه وأعلى من ذلك نسعى إلى الاستزادة من الحسنات لنترقى في جنات النعيم فإنها ليست جنة وإنما جنان وعلي الإنسان أن يسعى إلى الترق فيها بالاستكثار من الأعمال الصالحة التي تقربه من الله وتدنيه منه سبحانه وتعالى وتجعله من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذا هو العطاء الذي ليس بعده عطاء السبيل إلى ذلك بطاعة الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فيا له من فضل ويا له من عطاء ويا له من فوز ينبغي أن يبذل لأجله وأن ينبغي أن نسعى لتحقيقه طاعة الله تحتاج إلى أن نمتسل الفرائض التي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم يكمل الفرائض بالنوافل التي تجلب له محبة الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنحن مطالبون أن لا نفرط في الفرائض وأن لا نفرط كذلك في المستحبات والنوافل لأن بها نتحصل على محبة لا بالمداومة عليها بالحرص عليها بالاستكثار عليها فحتى وإن اخترنا في حكم ما كحكم الزواج أنه من المستحبات فليس هذا مسوغا للعزوف عن الزواج أحبتي في الله حديثي أيها الكرام في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء هو كله ينصب حول خطورة العزوف عن الزواج وأخاطب به الشباب وأخاطب به أولياء الأمور بأهمية تسهيل مسألة الزواج وبخطورة العزوف عن الزواج وأن ذلك ليس أمرا سهلا له مخاطر على الشباب له مخاطر نفسية ومخاطر اجتماعية خطيرة وكذلك مع تفشي ذلك الأمر تنتشر العنوسة وينتشر الفحش وينتشر البغاء وينتشر الضرر في الأمة والبطالة إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر بمجموعها على كيان الأمة وعلى إنتاجية الأمة وعلى تصد الأمة لأعدائها وعلى مسائل كبار أخرى فأيها الكرام صلاح الفرد صلاح الأسرة صلاح المجتمع يهيئ الأمة للقيادة ويهيئ الأمة للريادة فلا ينبغي أن نفرط في أمر يقود الأمة إلى الخير أيها الكرام وعلى المستوى العام وعلى المستوى الشخصي يقود الإنسان إلى العفة وإلى الطاعة وإلى القرب من الله وإلى النجاة بين يدي الله وإلى الحسنات التي يرفع بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى فلا يُعقل أن الإنسان إذا علم من مسألة أنها مكروهة أن يخد مكروهة فيفعلها أنها مستحب مستحب فيتركه هكذا إلقص أن تحرص على فعل الأوامر وإن كانت مستحبة والبعد عن النواهي وإن كانت مكروهة لكي لا يؤدي بك التساهل فيها إلى الوقوع في الحرام هذه هي التقوى التي أرادها الله من الإنسان وينبغي الإنسان أن يسعى إليها نعم عند التعارض في ذلك يقدم الواجب على المستحب لكن إن وجد التعارض حيث لا يوجد تعارض فلماذا التفريط ولماذا التساهل أيزهد الإنسان في جنة الله أو أيزهد في الأجر أو يزهد في الرفعة في جنة الله سبحانه وتعالى وفي عطاء الله سبحانه وتعالى أيزهد الإنسان في الحسنات التي تجعله وليا لله وعلى قدر ما يكثر منها يحبه الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا أن ننظر إلى الأمور من حيث أراد الشرع مننا أن ننظر إليها ننظر بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى أحبتي في الله أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع ثم اختلفوا في حكمه على أقوال الأول أنه واجب واستدلوا بالنصوص الآمرة بالزواج والتي سبق الحديث عنها بشيء من التفصيل والمرغبة فيه الثاني أنه مستحب وهذا مذهب الجمهور وأكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه كذلك مستحب إذ الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فعلق الأمر بالنكاح على الاستطابة فلذلك ذل على أنه من المستحبات والجمهور مع كونهم وهذا هو القول الثالث والذي يعني ينبغي علينا أن نقف معه وقفة تأمل وهو الراجح بفضل الله سبحانه وتعالى الجمهور مع قوله باستحباب النكاح في الجملة إلا أنه وقع في كلامهم ما يفيد التفصيل يبقى القول السادس الثالث التفصيل يبقى من حيث الأصل الزواج مستحب لو من حيث الأصل مستحب يؤجر به الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى طيب من حيث التفصيل من حيث التفصيل يختلف حكم أحيانا مع كونه في الأصل مستحب مع اختلاف أحوال الأشخاص وهذا ما وقع في تفاصيل كلام في تفاصيل كلام أهل العلم فقالوا الوجوب من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء فيها حنفية ومالكية وشافعية في القول بوجوب النكاح إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح وكان قادرا على الزواج فهنا يأثم أن يفر الإنسان بدينه مطلب شرعي أن يعف الإنسان نفسه مطلب شرعي فأين هذا الذي استغنى بالنظر إلى الحرام على مواقع التواصل أو على المواقع المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية على الإنترنت أو على غيرها من اكتفى بالحرام وركن إليه وابتعد عن الحلال الطيب أين هو من ذلك وأين هذا الذي رزق الحلال فأعرض عنه رزق الحلال الطيب بزوجة صالحة تعفه وأعرض عنها بالنظر إلى الحرام وبالاستغناء بالحرام ففرط في حق زوجته من أجل النظر إلى الحرام وأين هذه التي استباحت النظر إلى المحرمات أو استباحت غير ذلك من الأمور التي تجعلها تنظر إلى غير زوجها ولا تؤدي حقه فهذا أقبح بكثير فمن لم يتزوج وقال قادرا أين هو من هذا ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام أو يقع في الحرام بالفعل يجب عليك أن تتزوج وأقبح من ذلك الذي تزوج وترك الحلال وذهب إلى الحرام فيا قبح السريرة ويا قبح الفعل ويا كثرة العصيان الذي وقع فيه بسبب هذا الفحش والعياث بالله